الوزير الخارجية النمساوي حرب إسرائيل على غزة تتعارض جزئيا مع القانون الدولي مش عارف إيه هو الجزء اللي هو شافه وزير الخارجية اللي خلاه يقول إنه جزئيا وهو ليه ما بيتعارضش كليا مع القانون الدولي يعني كويس إنه بدأ فينا نقول يمكن بلش يصحى شوية السيد شالنبرغ من ثباته اللي كان مسيطر عليه لفترة طويلة وصار يحكي بعض الشيء يعني خلينا نقول الخبر بيقول إنه هو بيعتبر إنه جزء من العملية العسكرية أو جزء من حالة التهجير تعتبر غير مقبولة وأكد أن غزة يجب أن تكون تحت إدارة مدنية فلسطينية في الوقت نفسه وشددها على ضرورة أن لا تلعب حماس أي دور في المستقبل اليوم أعتقد حتى الفلسطيني الموجود في غزة من خلال النداءات المتكررة تنادي أننا لا نريد حماس لا نريد هذه الميليشيا الإرهابية التي تحكم بقوة السلاح وليس بأي شكل آخر وهي أصبحت مرفوضة شعبيا يعني هذا النقطة أعتقد أن اليوم يعني صراحة حماس انتهت بعد مقتل إسماعيل هنية على يد النظام الإيراني يحيي السنوار هو فعليا لا أحد بيعرف وين موجود أو إذا موجود أو غير موجود فعليا لا يوجد يوم شيء يسمى حماسي اليوم يوجد بعض فلول حماس تقاتل ما زالت تقاتل مع الأسف على جبهات الاحتلال الإسرائيلي الذي فعليا يحتل الأرض اليوم في غزة فبالتالي اليوم الوضع يعني فينا نقول حماس أصبحت منبوذة على الصعيد الفلسطيني في تهميش لدور حماس في المستقبل حماس فشلت على الصعيد الشعبي على الصعيد الوطني على الصعيد الفلسطيني على الصعيد المقاوم إذا ما نعتبره مقاوم لأنه هي رهنت نفسها لإيران ورهنت نفسها لحزب الله الإرهابي وللميليشيات العراقية الإرهابية فبالتالي بصراحة هي فعليا فقدت وكانت زروتها أن قامت إيران بقتل وتقديم قربان يسمى إسماعيل هنية للرئيس الأمريكي المقبل السيد دونالد ترامب طبعا الشق الآخر أنه عندما سئل شانبيري عن احتمال حدوث هجوم إيراني ثاني على إسرائيل يعني أجاب أن ذلك يعتمد على نتائج المفاوضات السلام يعني بالتالي لا يوجد رد اليوم يعني إسماعيل هنية أثبتت الأحداث أنه فعليا هو شخص رخيص لإيران ليس له أي قيمة لأنه حتى طريقة مقتل وطريقة تصفيته لا أحد يعرف عنها إلا النظام الإيراني لأنه قتل في منزلهم قتل بينهم فبالتالي أن إيران ستقوم برد على أنها قتلت إسماعيل هنية هذا الكلام لا أعتقد أبدا أنه سيحدث وأنا على حسب تحليلي الخاص أن مقتل إسماعيل هنية أجاء ردا على مقتل فؤاد شكر في لبنان أن كما قامت إسرائيل بقتل فؤاد شكر في لبنان قامت إيران بمقتل بقتل إسماعيل هنية خدمة أو بالأحرى فعليا يعني باعتبار أن إسماعيل هنية يقال أنه فعليا قدم خدمات جليلة لإسرائيل أن سمح لها بدخول غزة بهذا المنظر الذي نحن مقبلون على سنة كاملة منذ السابع من أكتوبر 2013 بس هو إضعاف لحزب الله وإضعاف لحمد ليس مهم حزب الله لم يضعف حزب الله موجود مع الأسف الشديد وهو حامي حما يعني إسرائيل من جبهة الشمال وكل هذه المناوشات نسمعها على الإعلام العربي مع الأسف الذي يستجهل العقول هي صراحة بعيدة كل البعض عن الواقع إيران حليف أساسي لإسرائيل إسرائيل لا تستطيع الاستغناء عن إيران حزب الله هو حامي حما إسرائيل في شمال غرب فلسطين المحتلة النظام السوري حامي حما إسرائيل في منطقة شمال شرق فلسطين المحتلة وقس على ذلك كما تقول وكل ما يقال والمقاومات وكل هذا الحوار الذي نسمعه هو عبارة عن هراء ليس أكثر من استعطاف واستهبال العقل العربي مع الأسف الشديد طيب وكمان شالين ميرج وضع أنه ضد القاء اتهامات على نتنياهو وقائمة لاحة ضد المحكمة الجنائية يعني هو واقف نتنياهو مجرم لا في تساوي بين حماس نتنياهو مجرم قولا واحدا مجرم حرب مجرم قاتل أطفال يعني كل الأمور هي بصراحة هي بصراحة يعني خاصة بهذا الشأن ترجمة نانسي قنقر